السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعرض معكم مشاهدينا الكرام مستجدات الوضع الصحي والحالات في الدولة تم بالأمس الثلاثاء 24 مارس الإعلان عن رصد وتسجيل 50 حالة جديدة من فيروس كوفيد-19 كما نعلن اليوم الأربعاء 25 مارس عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 تخضع جميع هذه الحالات للرعاية الصحية اللازمة تضم الحالات المعلنة اليوم سبع حالات لمواطنين من دولة الإمارات بالإضافة إلى جنسيات مختلفة وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن 333 حالة في الإمارات كما تم بالأمس الثلاثاء الإعلان ولله الحمد عن شفاء أربع حالات جديدة كما نعلن اليوم حمد الله وتوفيقه عن شفاء سبع حالات جديدة غادرت كلها المستشفى بعد تعافيها التام من المرض وحصولها على الرعاية الصحية اللازمة الحالات السبعة تشمل خمسة من بنجلادش وشخصين من باكستان وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء المسجلة في دولة الإمارات 52 حالة نؤكد ونستمر في التأكيد على الجميع مواطنين ومقيمين أن الالتزام والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع الالتزام بكافة الإرشادات الصحية والوقائية المعلنة إن اكتشاف حالة واحدة يدفع الجهات الصحية للبحث والتحري في نطاق ومحيط هذه الحالة للتعرف على مصدر العدوى التي نقلت لهذه الحالة وغالبا ما ينتج عن البحث اكتشاف حالات إضافية قد تكون بداية العدوى من شخص قادم من السفر لكن بعد ذلك تبدأ سلسلة الانتقال للفيروس من شخص إلى آخر دولة الإمارات كانت ولا تزال دولة التسامح ووطن الجميع الجميع متساون بالواجبات والمسؤوليات وقد جاءت القرارات الأخيرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لوقاية وحماية المجتمع والحفاظ على صحته وهي قرارات شاملة تسري أحكامها على المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزائرين نؤكد هنا بأن القانون يسري على المخالفين فقط لمخالفة التعليمات الصحية الصادرة تطبيقا لقانون الأمراض السارية حيث سيتم تشديد الغرامات والسير في كافة الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامات المالية إلى جانب القرارات والإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها الجهات المعنية في الدولة أخيرا نشكر كل من تعاون ودعم واستجاب لحملة خلك في البيت ونؤكد على أهمية الاستمرار بها ونشر الوعي حولها وحول الإرشادات الصحية الوقائية شكرا لكم شكرا لك يا دكتورة وبإذن الله تعالى الكل ملتزم بحملة خلك في البيت نبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة دكتورة التي وصلتنا من الجهات الإعلامية ونشكرهم على تفاعلهم معنا من خلال حلقة الوصل مع المجتمع ومتابعيهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أبدأ بسؤال من صحيفة البيان دكتورة يقول السؤال بمقارنة عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في بعض الدول نجد بأن هناك من جانب آخر تباين كبير في عدد الوفيات من دولة إلى أخرى هل هذا يعني دكتورة أن كورونا ينقسم إلى نوعين قاتل وبسيط أم النظام الصحي والإجراءات الاحترازية هي العامل الحاسم في المعركة مع كورونا طبعا تباين نسبة الحالات وعدد الوفيات من دولة إلى أخرى يختلف يعتمد على عدة عوامل منها على سبيل المثال جزئية القدرات والأنظمة الصحية على التعامل مع هذا المرض ولكن أيضا هناك فئات أكثر عرضة للإصابة فتعتمد النسبة السكانية مثلا كم نسبة الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة أمراض القلب وشرائين والجهاز التنفسي كما أن وعي الجمهور والتزامه بالإجراءات الوقائية كانت متباينة بين الدول وهذا أكيد يؤثر بشكل أو بآخر في تقليل سرعة الانتشار في حال التزم أفراد المجتمع بإجراءات التباعد الاجتماعي سؤال من مؤسسة برق الإمارات للإعلام تم الإعلان مساء أمس عن بلوغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 248 حالة وعدد حالة شفاء 45 حالة ما هي الفئة الأبرز للحالة المصابة دكتورة والتي تماثلت للشفاء هل كبار السن أم الشباب هذا سؤال من مؤسسة برق الإمارات للإعلام طبعا أغلب الفئات العمرية المصابة من فئة 20 وحتى 44 سنة وهذا مماثل لما نراه في الدول الأخرى توجد نسبة أقل من الإصابة لفئة كبار السن طبعا من المعروف حسب الدراسات العلمية أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض هم فئة كبار السن أكبر عن 60 عام وما فوق أيضا الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة مثل مراض القلب، أمراض الشرايين وأمراض الرئى المزمنة سؤال آخر من مؤسسة برق الإمارات للإعلام بعد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين هل سنشهد انخفاضا ملموسا أو توقيفا في ازدياد أو توقفا إذا صح التعبير في ازدياد عدد الحالات المصابة بالفيروس وكم النسبة التقريبية المتوقعة من الانخفاض طبعا قرار تعليق الرحلات الجوية بدأ فعليا منذ الأمس إلا أن النتائج الفعلية المرجوة تحتاج إلى بعض الوقت وإن شاء الله تسهم في تقليل ظهور الحالات المصابة وإن شاء الله نشهد نتائج ملموسة لها في الفترة القادمة بإذن الله هناك أيضا تقييم مستمر للإجراءات ومراجعة للموقف حسب المستجدات نعم سؤال آخر هل عانت إحدى الحالات المصابة بالفيروس من عراض جديدة ومختلفة عما هو متعارف عليه مثلا فقد تنقلت بعض وسائل الإعلام أن آخر ما تم اكتشافه من عراض المرض هو فقدان حاستي الشم والتذوق ما مدى صحة هذه المعلومات دكتورة شكرا حامد هذا السؤال تداول كثيرا في قنوات التواصل الاجتماعي طبعا لم يتم حتى الآن تأكيد العلاقة بين فيروس كورونا وأعراض فقد حاستي الشم والتذوق لا توجد دراسات كافية لتثبت ذلك وجود حالات فردية لا يعني التعميم أغلب الأعراض المصاحبة للفيروس التي أثبتتها الدراسات هي أعراض تنفسية بالإضافة إلى الحرارة الصداع أيضا قد تظهر بعض الأعراض التي قد تخص الجهاز الهضمي تختلف الأعراض من شخص إلى آخر فقدان حاسة الشم قد يكون سبب العلمي له قد يكون بسبب تأثر الجهاز التنفسي والالتهاب الذي قد يحدث في هذه المنطقة والذي قد يؤثر على ولا يعني بالضرورة أنه بسبب تأثر الجهاز العصبي دكتور سؤال آخر من صحيفة الرؤية من خلال متابعيها بدرت صحة أبو ظبي بإيصال الأدوية إلى كبار المواطنين في المنازل لماذا لم يتم تعميم التدبير في كافة إمارات الدولة لحماية كبار المواطنين؟ طبعا هذا التوجه متبع في كافة إمارات الدولة لإيصال الأدوية إلى كبار المواطنين في المنازل إلى جانب أيضا هناك توجه لتطبيق التطبب عن بعد وهنا نشكر الجهات الصحية لتجاوبها ومبادراتها لتبني مثل هذه المبادرات نعم سؤال آخر من صحيفة الاتحاد هل هناك إجراءات احترازية أكثر فعالية بخصوص القادمين من الخارج وخاصة الطلاب؟ طبعا ألزمت دولة الإمارات كافة القادمين من الخارج بالحجر الصحي لمدة 14 يوم وفق ما تراه الجهات الصحية وهناك دليل لأهم الإرشادات الذي يجب أن يتبعها الأشخاص خلال فترة الحجر الصحي بأنواعه ويتم تعميمه على كافة الجهات المختصة لتعميمه على القادمين نؤكد بأن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيحمل صاحبه المسؤولية القانونية دكتورة سؤال آخر هل هناك إجراءات جديدة للكشف عن كورونا سريعة النتائج يقولون ستساعد في حصر المرض وتعجل في حصر وانتهاءه بإذن الله؟ طبعا التشخيص جزء مهم من عملية الكشف على المصابين وكون المرض مستجد ما زال هناك الكثير من الفحوصات المتوقعة التي ستساعد في اكتشاف المرض وفحوصات جديدة أكيد ننتظرها حاليا الفحص المعتمد حول العالم لتشخيص وتأكيد الحالات هو فحص PCR وهو يتطلب بعض الوقت هناك فحوصات طبية سريعة قيد الدراسة التجريبية لنتأكد من فعاليتها ودقتها وبالتالي ننصح الجمهور بالتقيد بالفحص المعتمد من الجهات المختصة وعدم الإنقياد وراء الإعلانات التجارية ولمثل هذه الفحوصات دون أن يكون هناك رجوع للمصادر الصحية المعتمدة السؤال الأخير وأيضا من جريدة الاتحاد حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من بعض منتج التعقيم لاحتوائها على نسبة عالية من بعض المواد فما نوعية هذه المطهرات الطبية التي تنصح بها الوزارة والأكثر أمانا إذا صحة تعبير طبعا دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع يقوم على أساس ترخيص ومتابعة المنتجات الطبية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة التحذير سحب أي مرخص أو منتج مخالف لهذه الإجراءات أيضا من ضمن أدوار وزارة الصحة بالنسبة لإعتماد المعاقمات للأيدي ننصح الجمهور الكريم بالانتباه على نسبة الكحول التي يجب أن تكون أكثر عن 60% نرجو أيضا متابعة كافة التعليمات الصادرة من الجهات الصحية حول الموضوع ترجمة نانسي قنقر